ومن الكونغرس انضموا لينا رانا أبتر رانا أهلا بك معنا الأجواء بشأن قطع المساعدات عن كل من ليبيا ومصر طبعا على خلفية الأحداث التي شهدها البلدان ما تعرض لها الباعثات الديبلوماسية الأمريكية فيهما هل هي أنباء مؤكدة فعل؟ نعم هناك عدد كبير من المحافظين من الجمهوريين الذين يدعون إلى إعادة النظر بالمساعدات الأمريكية تحديدا إلى كل ما مصر وليبيا وهم ينتقدون على وجه التحديد الحكومة المصرية لما يصفونه بتأخرها في انتقاد أو إدانة الهجمات والاعتداءات على سفارة الأمريكية في مصر الجمهوريون هم أغلبياتهم من حزب التي بارتي المحافظ هم دعوا الإدارة الأمريكية إلى ربط هذه المساعدات المساعدات الأمريكية إلى مصر على وجه التحديد ربطها بمدى تعاون الحكومة المصرية في التحقيق الذي فتحته بالفعل الإدارة الأمريكية حول خلفية هذه الاعتداءات لكن الجمهوريين غير المحافظين من جهة أخرى الجمهوريين مثل جون ميكين وهو كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية يعتبرون بأن قطع المساعدات الأمريكية هو أمر غير مطروح في الوقت الحالي وهذا موضوع أيضا يتوافق عليه مع الديمقراطيين كنت تحدثت وهنا في هذا الإطار الديمقراطيون والجمهوريون يلتقون كما ذكرتم بوزيرة الخارجية الأمريكية ومدير وكالة الاستخبارات الوطنية في محاولة من كلينتون وكلابر لإقناع المحافظين الجمهوريين بعدم قطع المساعدات الأمريكية إلى كل من مصر وليبيا وكنت تحدث في هذا الإطار إطار الاجتماع كلينتون مع أعضاء الكونغرس وأيضا إطار قطع المساعدات الأمريكية عن مصر تحدثت إلى السناتر ديك دوربن وهو من أبرز عفوا بنجامين كاردن وهو من أبرز القيادات الديمقراطية في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ سألتهم إذا كان يدعم موضوع قطع المساعدات قال بأن هذا الوقت هو وقت غير مناسب لقطع هذه المساعدات نستمع إلى ما قاله السناتر بنجامين كاردن أعتقد أن الإدارة الأمريكية واثقة من أنه لن يتم منع المساعدات لمصر وليبيا لكنها تريد إرسال رسالة إيجابية عما نقوم به في الشرق الأوسط وخطتنا فيه وأعتقد أن استراتيجية صحيحة هي من خلال مقابلتنا ومراجعة ما يحدث في الشرق الأوسط كنا نعرف أنه ستكون هناك صعوبات خلال هذه الفترات الانتقالية وفهم أننا هنا على المدى البعيد نفهم أهمية الاستقرار في الشرق أوسط وحقوق الإنسان والديمقراطية والتنمو الاقتصادي والتنمو لكن يجب أن نتأكد من أن لنا شركاء في محاربة المتطرفين الذين يخاطرون بأمن مصر والولايات المتحدة بشكل عام يتوافق الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء على ضرورة أن تشدد الحكومة المصرية أو أن تتعاون الحكومة المصرية مع الإدارة الأمريكية في التحقيقات الجارية حول الاعتداءات على السفارة المصرية وينتقدون كما ذكرت الرئيس المصري محمد مرسي لتأخره في انتقاد هذه الاعتداءات في إطار مختلف تحدثت أيضا مع السناتر كاردن حول الموضوع السوري وسألته عن رأيي فيما يجري حاليا وما إذا كانت الإدارة الأمريكية اتبعت الرد المناسب في هذا الإطار نستمع أيضا إلى ما قاله كاردن ما يحدث في سوريا أمر شنيع الموت المريع الذي سمحت به الحكومة السورية بقيادة الرئيس الأسد وفشله في تحقيق مبادئ حقوق الإنسان الدولية إنه أمر شنيع وأرجو أن يستجيب المجتمع الدولي بشكل أقوى بتوضيح أننا لن نقبل هذا السلوك وأعتقد أن رئيس الأسد ينبغي أن يحاسب على أفعاله ونحن بحاجة لنظام جديد في سوريا رانا أبطر مرسلة الحرة مباشرة من الكونغرس تحياتي رانا تحياتي رانا شكرا